اشتركوا في القناة جماعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الصلاة عليه لها افضلية واشياء كتيرة جدا محمودة طبعا المشهور ان الله تبارك وتعالى يصلي على العبد عشرا اذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة لكن ممكن تقول ان الله تبارك وتعالى ينادي على الملائكة ويقول اغفروا لعبدي هذا ليه يا رب بسبب صلاته على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انت متخيل يعني تعالى نضرب مثال توضيحي يعني بسيط جدا لو انت سيادتك قاعد في صلاة الجمعة وفجأ الخطيب ترك الجمعة وقال اللهم صلي على فلان ابن فلان يعني اغفر لي فلان ابن فلان ده الخطيب هذا الموقف لن تنسى ان الخطيب في يوم من الايام دعا لي باسمي ان ربنا يغفر لي فاذا كان هذا موقف من عبد فما بالك برب العباد سبحانه وتعالى فانت الان تستطيع ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين ولكن اعلم يقينا بان الذي سوف يصلي عليك ويغفر لك ويباهي بك الملائكة الله سبحانه وتعالى مش بس كده ده كمان سيدنا جبريل والملائكة بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبيستغفروا للي بيصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك الله سبحانه وتعالى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته